هل يجوز صلاة الفرض من المصحف أو من الجوال أختي أم محمد بارك الله فيك نعم الأصل أن الإنسان يصلي من دون حمل المصحف أما إذا احتاج إلى ذلك في صلاة النفل فيجوز لما يروى أن عائشة رضي الله عنها آمرت مولاها ذكوان أن يحمل القرآن و أن يصلي بها و الفقهاء يقولون بأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض أو يصح في النفل ما لا يصح في الفرض و من ذلك يرخصون في مسألة حمل المصحف في النفل أما في الفرض فالحمل لا يعني إذا أردت أن تصلي الفرض تحميل المصحف نقول لا لأن هذا في حركة في الفرض و هذه الحركة ممنوعة بالنسبة لمن يصلي الفرض لأن النبي عليه الصلاة و السلام صح عنه أنه أمر المصلي بأن يسكن في صلاته أن يسكن في صلاة و أن لا يكثر الحركة أما إذا وضعت المصحف على حامل للمصحف كرسي أو حامل و تقرأ منه نظرا هو أمامك لا حرج في ذلك و الحمد لله رب العالمين